أهلا بكم في آخر تطورات قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي قالت خطيبته السيدة خديجة خاشقجي للتلفزيون العربي إنه اختفى منذ ظهر الثلاثاء بعد مراجعته للقنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا وأكدت أنها تقدمت ببلاغ للشرطة التركية وأن الحكومة التركية على علم بحادثة الاختفاء كما أكدت أن الشرطة التركية باشرت التحقيق بالحادث ويتم الآن التحقق من تسجيلات كاميرات المراقبة للوقوف على المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا عبنان جان بالقرب من مقر القنصلية السعودية عبنان ماذا في تطورات هذه القصة؟ بالفعل نحن نتواجد الآن أمام مبنى القنصلية السعودية هنا في مدينة إسطنبول خطيبة الصحفي جمال خاشخشي أيضا هي ما زالت تتواجد هنا وتقوم بما يشبه الاعتصام أمام مبنى القنصلية للوقوف على ملابسات حادثة اختفاء جمال خاشخشي الذي وصل إلى مبنى القنصلية عند الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم لإجراء بعض الأوراق الرسمية الخاصة به لكن بحسب أفارت خطيبته السيدة خديجة وهي مواطنة تركية قالت أنه بعد دخوله وهي كانت منتظاره خارج مبنى القنصلية انتظرته لعدة ساعات لكنه لم يخرج وحين باشرت بالسؤال عن وضعه قالوا لها أنه خرج من مبنى القنصلية لكنها تقدمت ببلاغ رسمي للسلطات التركية للتحقيق في هذا الحادث وبالفعل كما أخبرتنا السيدة خديجة الشرطة التركية باشرت التحقيق في حادثة اختفاء جمال خاشخشي وتقوم بمراجعة كاميرات المراقبة التي تتواجد عند مبنى القنصلية السعودية ربما لإطلاع أكثر حول هذا الموضوع معي هنا السيد طوران كشلقجي وهو رئيس بيت الإعلاميين العرب وهو يتابع هذه القضية منذ ساعات وهو يتواجد أيضا هنا أمام مبنى القنصلية أهلا بك سيد طوران أهلا بك سيد طوران أهلا بك سيد طوران لتحدثنا عن تفاصيل ما جرى اليوم مع السيد جمال خاشخشي ساعة واحدة ونصف ما خاتبته خاتيجة جاءوا هنا وهو أعطى هاتف كل هواتف الأوراق لخاتيجة قالت انتظر هنا أمام البر وهو دخل قال لأنه قبل يوم الجمعة قبل يومين جاءوا هنا أيضا وانتظروا ساعتين في قنصلية قالوا الآن ما جهزنا أوراق تعالوا أسبوع القادم طبعا اليوم اتصلوا قال هل أوراق جاهزة؟ قالوا نعم أوراق جاهزة تعالوا خذوها وجاءوا هنا وحينما دخل في قنصلية قاتيجة تقول أنني انتظرت سلسة أربعة ساعات ساعة رابعة ونصف حينما ما جاء لأي خبر لأن أستاذ جمال قال لو ما جاء أي خبر اتصلوا بياسين أبتاي من برلمانيا للتركي في حزب العدل والتنمية وإذن قالوا أخبروا البيت الإعلمين العرب للتوران كشاكتي حينما أخبرنا أخبرنا للحكومة وكل تفاصيل هذه الأمور إذن الحكومة على علم بهذه الحادثة؟ طبعا بعد خامسة حصلوا على علم ولكن بعد خامسة كانوا تتابعوا بكل دقائق يتصلون بنا ويأخذون أخبار معلومات في هذا المجال وإلى الآن لا يوجد هنا أي خبر هناك أي تواصل رسمي حكومي بين الحكومة التركية والحكومة السعودية؟ هناك تواصل مع القنصل والسفير وكلهم هنا إلى الآن ننتظر ماذا سيكون شكرا جزيلا لك سيد جوران إذن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تصريحات رسمية من قبل السلطات التركية حول حادثة الاختفاء هذه لكن الحكومة التركية وبحسب ما أطلعتنا عليها السيدة خديجة تقوم باتصالات مباشرة مع القنصلية والسفارة السعودية هنا للوقوف على مجريات حادثة اختفاء جمال خاشغجي شكرا لك عدنان جان مراسلنا من إسطنبول وطبعا سنبقى على تواصل معك في النشرات المقبلة لمعرفة آخر التطورات أيضا من لندن ينضم إلينا الأستاذ سلطان العبدالي المحامي والناشط السياسي السعودي مساء الخير أستاذ سلطان يعني بداية هل لديكم أي معلومات عن أماكن تواجد السيد خاشغجي الآن وهل تؤكد أو تنفي ما أعلنته السلطات السعودية من أنها استعادت بحسب الخبر استعادت أحد المطلوبين لها بقضايا تحايل وتلاعب وغيرها من هذه التهم هل لديك أي معلومات إضافية أستاذ سلطان مرحبا أهلا وسهلا بكم والمشاهدين الكرام الحقيقة أن هذا خبر أنا شخصيا لم أتفاجع به لأن هذا يديد النظام السعودي ترى بالمناسبة ليس في عبدالله بن عبدالعزيز وفاهد بن عبدالعزيز وفيصل بن عبدالعزيز وعبدالعزيز والدهم كانوا يغتالون الناس إما داخل السجونة ويرمونهم بالطائرات في الصحراء الربع الخالي مثل فيرسل أو يختطفونهم من شوارع بيروت مثل ما فعل النظام السعودي عبر علي الشاعر سفير السعودية في بيروت أيام الأستاذ المناظر ناصر السعيد هذا جالب أما بالنسبة للأستاذ جمال خاشوقجي من الطرائف أو من عجائب الأقدار ومن الصدف أنه قبل شهر غرت تغريدة قلت ستشهد الأيام القادمة حربا ضروسا على الناشطين والمعارضين وإن كان الأستاذ جمال ناشطا ناعما يعني لا يعادل نظام السعودي لكن يريد إصلاح في ضمن النظام السعودي نفسه ومع هذا لم يسلم ونعرف أنه كان رئيس تحرير جريدة الوطن الشهير والمملكة العربية السعودية ونعرف أنه كان مقربا من رئيس الاستخبارات تركي الفيسر كان مستشارا لهذا جال مع هذا لم يشفع له هذا ما حدث بالضبط هو الآتي ذهب الأستاذ جمال خاشوقجي وأنا قد حبرت الأخوة قبل أيام قلت إياكم أن تقتربوا من السفرات أو القنصليات لأنهم يتحججون من كانت عليه أوامر بإلقاء القفض حتى لقضايا تلطيخات شرفة وتلطيخات مالية وتلطيخات إلى آخره يركبها النظام السعودي أو الشيكات حتى كما رأينا في الأخبار السعودية لا يقترب أحدكم من السفارة لأنهم يعتبرونها أرضا لأرض السعودية فلذلك عفوة فأنت تعطى سيد سلطان بالفعل أنه لدى السلطات السعودية الآن إن كان داخل السفارة أو يمكن تم إخراجه أستاذ سلطان كيف ستنعكس هذه القضية على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تركيا والمملكة العربية السعودية أنا أقول يا سيدتي إكمالا لما بدأته أنا أقول لا يقترب أحد من هذه السفارات وبدأ فعلا الدباب الإلكتروني قبل ساعتين من الآن يقول ما دام مطلوبا للسعودية فيجب عليه القفض داخل الأراضي السعودية وهي السفارات والقنصليات والطائرات هذا واحد أما ما جرى فهو خطأ فضيع يعني يرتكب في التأخر في إعطاء السلطات التركية أنه بعد امتهاء الدوام أعطي الخبر للسلطات التركية أنا أظن أنه لما طلب من الأستاذ جمال المراجعة بعد عدة أيام أتوقع أنهوية العملية عملية الاختصاص وعبر طرف دبلوماسي أو غيره ونحن نعلم أن هذا المقصود منه أمرا المقصود الأمر الأول إحداث أزمة ضخمة مع تركيا والتأثير على نسب الحجاج التأثير على الاستثمارات التركية داخل السعودية والاستثمارات السعودية والسياح السعوديين داخل تركيا لمنع السفار إلى تركيا هذا الجانب ثم إحداث اختراق في الداخل كما هو فعل في الانكلاب التركي الانكلاب العسكري على الرئيس أردوغان هنا تعويننا بعد الله عز وجل وهي موضع تحدي صريح نعتمد بعد الله على نخوة الرئيس رجل طيب أردوغان شكرا لك أن يلزم الحكومة السعودية بكشف مصير السيد جمال خاشق أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ سلطان العبدالي المحامي والنشط السياسي السعودي المشكوة السعودية بنى coupled دür respected جيزيلا المشكوة السعودية